شهدت الساعات الماضية معارك عنيفة بين جيش سوري والمجموعات المسلحة في القلمونة إثرى تراجعها منذ حوالي شهرين بعد سيطرة الجيش بشكل شبه كامل على المنطقة اعتبرت وزارة الخارجية السورية أنه على الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا وفي المنطقة أن تأخذ العبرة من الوقاع والتجارب السابقة وتدرك أن التهديد الناشئ من تفاقم آفة الإرهاب يتعدى دول المنطقة ليصل إلى كل العالم وخصوصا تلك الدول الحاضنة والداعمة له مشيرة إلى أن الخطورة المتنامية للإرهاب في سوريا وتصعودها مؤخرا في العراق تستدعي تضافر الجهود الدولية لمكافحة خطر الإرهاب من دون تمييز أو ازدواجية في المعايير كما تضع على المحاكم مصدقية الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ويأتي هذا الإعلان السوري على وقع تفكك واضح بين مكونات الائتلاف السوري المعارض إذ أعلن لؤي صافي عدم وجود أي اسم مرشح رسميا لرئاسة الائتلاف واستبعد أن يتوافق الأعضاء على تعديل النظام الداخلي لإتاحة المجال لانتخاب الرئيس الحالي أحمد الجربة لدورة رئاسية ثالثة وأكد أن انتخابات رئيس الائتلاف ستجرى في اجتماع الهيئة العامة المتوقع في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل أيضا استعاد الجيش السوري السيطرة على القسم السوري من بلدة الطفيل في ريف القلمون بعد عملية عسكرية مهد لها باستهداف معاقل قادة جبهة النصر التابعة لتنظيم القاعدة في المنطقة